اشتركوا في القناة واستقرارها وبما يحقق تطلعات الشعوب وما يربط بينها من علاقة أخوية تاريخية وطيدة مثمنا معاليه التعاون المثمر والتنسيق المتواصل مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والتوجيهات الكريمة لإطلاع أعضاء السلطة التشريعية على كافة المستجدات والتطورات المحلية والخليجية والدولية وأعرب معاليه عن تقدير مجلس النواب لجهود سعادة وزير الخارجية وكافة العاملين بالوزارة في تنفيذ السياسة الدبلوماسية الحكيمة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه كما أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالنهج الحكيم والرؤى الشاملة لجلالة الملك المعظم والدعم المستمر من لدن جلالته من أجل نشر السلام والوئام مؤكدا استمرار العمل وتعزيز التعاون مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومواصلة اللقاءات والاجتماعات المشتركة الدعيمة لمجالات النهضة والبناء في المملكة من جانبه نقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتقديرهم للجهود التي تقوم بها السلطة التشريعية ودورها الفاعل والبناء في كل ما يخدم صالح الوطن والمواطنين وأعرب سعادة وزير الخارجية عن ارتياحه لعلاقة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما يسهم في نجاح المسيرة التنموية الشاملة مؤكدا حرص وزارة الخارجية على تعزيز التعاون والعمل مع السلطة التشريعية كما استعرض التحديات التي تواجه المنطقة من أزمات وكوارث طبيعية معربا عن بالغ تعزيز لضحايا الزلزال الذي ضرب الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية مثمنا توجيهات جلالة الملك المعظم بتقديم المساعدات الإغاثية إلى البلدين وإرسال فريق متخصص في البحث والإنقاذ وتحدث وزير الخارجية عن التحديات التي تواجه دول المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها وقال إن الصراعات في المنطقة لزالت مستمرة بالإضافة إلى الأطماع الخارجية وتأثيرها ودور القوى الإقليمية وأشار سعادته إلى الدور الكبير لجلالة الملك المعظم في العمل الدبلوماسي من خلال مشاركة جلالته في الاجتماعات والقمم ولقاءات جلالته المستمرة مع رؤساء وقادة الدول الشقيقة والصديقة كما تطرق سعادة وزير الخارجية إلى دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأهميته في تعزيز العمق الاستراتيجي والاقتصادي لمنطقة الخليج العربي بشكل عام ولمملكة البحرين بشكل خاص مؤكدا حرص جلالة الملك المعظم على دعم جهود مجلس التعاون ودوره في تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية كما تحدث وزير الخارجية حول المباحثات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة قطر وقال إن المباحثات بدأت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض حيث تناول الاجتماع وضع الأليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية وفقا لما تضمنه بيان قمة العلا مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية ومستمرة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة وتسوية كافة المسائل الخلافية العالقة وتطرق وزير الخارجية إلى جهود الوزارة في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إقرارها من مجلس الوزراء مشيرا إلى بدء الوزارة في تنفيذ البرامج المدرجة في الخطة بالتعاون مع الوزارات والجهة المختصة وأضاف الزياني أن الوزارة تستعد الآن للتحضير لمشاركتها في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جينيف في بداية شهر مارس المقبل وفي ختام اللقاء رد سعادة وزير الخارجية على عدد من الاستفسارات التي وجهت من أصحاب السعادة ممثلي السلطة التشريعية حول السياسة الخارجية لمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر